قال رئيس الروسي بلاديمار بوتين اكثر من 300 الف جندي متعاقد انضموا الى الجيش الروسي في الفترة الاخيرة بموجب عقود ابرموها مع وزارة الدفاع الروسية بوتين وفي تصريح صحفي اثناء لقائه بالرئيس البيلاروسي الاكساندر لوكاشينكو اكد ان روسيا لن تنتهك اي اتفاقيات دولية متعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية في اشارة الى العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية مشددا اعلن مزاري ما دعم بيونج يانج لموسكو في حربها مع كييف لا اساس له من الصحة لقد ابلغت هذا الصباح ان 300 الف عقد تم توقعها بالفعل كوريا هي جارتنا ويجب علينا بطريقة او باخرى ان نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا نعم هناك بعض الامور الخاصة المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية نحن نناقش هذا الامر ونناقشه بشكل علني ولم ننتهك اي شيء ابدا